خبر عاجل منتخب اليمن بنسبة 100% سيتأهل إلى كأس العالم وسيظهر في المحفل العالم الكبير بكل سهولة وتذكروا كلام هذا جيدا لكن بشرط يجب أن تتوفر هذه الخطوات والنقاط التي سنتحدث عنها في سياق هذا الفيديو لكن أولا دعونا نصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو مشاركة الفيديو أيضا على أوسع نطاق وفي كل مكان لكي يصل إلى كل المسؤولين والمعنيين بالكرة اليمنية حتى يتحركوا من الآن ويكملوا هذه النقاط والخطوات التي سنتحدث عنها لكي يصل منتخب اليمن للناشئين إلى كأس العالم خصوصا أن هذه الخطوات ليست صعبة تحقيقها أولا كيف تبني فريق كرة قدم كامل متكامل جاهز لرفع الكؤوس وحصد الألقاف والوصول إلى كأس العالم لم يعد تحقيق أي فريق للبطولات في عالم كرة القدم وليد صدفة أو نتيجة تخطيط عشوائي بل أصبح اليوم مرتبطا بسلة كاملة متكاملة من الخطوات التي تضمن بناء فريق قوي يؤمن النجاح والاستمرارية في اللعب على مستوى عالي وحصد أهم البطولات المحلية والقارية والعالمية والوصول بسهولة إلى بطولة كأس العالم ويعتقد الكثيرون من متابع كرة القدم العالمية بأن الفرق العالمي القوية والتي تسيطر على كرة القدم العالمية يعود نجاحها وتربعها على عرش قمة أندية العالم إلى القوة المالية ونجوم الصف الأول الموجودين ضمن صفوف الفريق لكن الأمر بالطبع يتعدى هذا الأمر ويمكن تشبيهه ببناء منزل فكلما كانت الأساسات متينة كلما كان البناء أقوى ويرتكز على أرضية صلبة هذه الأرضية تكون الضمانة الوحيدة للاستمرارية فليس المهم أن تحرز لقبا وتقدم موسما مميزا بل الأهم هو كيفية الحفاظ على هذا النجاح أولى عناصر بناء فريق كرة قدم قوي هي القوة المالية والقدرة على تأمين الميزانية الضخمة بشكل سنوي وليس فقط تأمين الأموال لسنة أو سنتين فقط لأن هذا يجعل النجاح مؤقتا وهناك أكثر من فريق أو منتخب عالم معروف وقع في هذه المشكلة كما أن كل العناصر الباقية لا يمكن أن تتحقق دون وجود أموال لازمة مع استثمارات على أمد طويل كي يصبح تنفيذ كل الأمور الإدارية والفنية مضمونا ويصبح وضع الخطط الطويلة الأمت أمرا ممكنا بعد تأمين المال اللازم يأتي تانيا دور الإدارة الرياضية للفريق والتي يجب أن تكون من الوسط الرياضي وتملك فكرا كرويا لا بأس به من أجل معرفة اختيار المدير الفني المناسب كما في استدعاء اللاعبين بالنسبة للمنتخبات وشراء اللاعبين بالنسبة للأندية والتصرف بشكل جيد في كيفية استدعاء اللاعبين الجيدين واكتشاف المواهب وأيضا شراء اللاعبين بالنسبة للأندية في سوق الانتقالات من هنا نجد أن أغلب الفرق اليوم والمنتخبات يكون في مجالسها التنفيذية لاعبون سابقون من الصف الأول كما أن معظم المدراء الرياضيين اليوم هم أيضا لاعبون وذلك لأنه هناك حاجة ماسة لأن تكون إدارة الفريق على دراية بجو اللعبة لما ينعكس ذلك إيجابا على الفريق وعلى القدرة على استدعاء اللاعبين بالنسبة للمنتخبات أما إذا كان ناديا يجب أن يكون لديهم القدرة في شراء اللاعبين وإقناع النجوم بالانضمام لصفوف الفريق بعد توفر المال والإدارة الحكيمة إن صح التعبير يأتي دور التركيب أو ثالثا يأتي دور تركيب جهاز فني كامل متكامل بداية من المدير الفني ومساعديه إضافة لمدربيح غراس المرمى واللياقة البدنية ومسؤولي التجهيزات والأمور اللوجستية ولا يمكن لأي فريق أن ينجح إن لم يكن يمتلك جهازا فنيا على مستوى عالي خاصة الرجل الأول فيه أي المدير الفني والذي يستطيع توظيف اللاعبين كما يجب وخلق نظام منضبط داخل الفريق مع انسجام واضح ينقل الاستقرار المالي والفكر الإداري المنظم ويعكسه إلى تدريبات الفريق والجو العام داخل التمارين وأثناء المباريات وبالطبع سيكون للإدارة ذات التوجه الرياضي القدرة على اختيار المدرب المناسب والملائم للفريق والحمد لله هذا موجود في منتخب اليمن للناشئين لأن لديه مدرب على أعلى مستوى وهو محمد حسن البعداني ولديه مساعد كفو وكان لاعبا أيضا سابقا وهو محمد حسن البعداني